اشتركوا في القناة من خلال بعض الأسئلة سوف نكتشف معا مكونات النص لكن قبل التعرف على هذا النص وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناة التلميذ المتميز فلا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد إذن بدون إطالة وعلى بركة الله لنقرأ جيدا هذا النص ونلاحظه جيدا يقول النص الصديق وقت الضيق والصاحب ساحب قد يجرك للخير وقد يجرك لطريق آخر حسب ما تختاره أنت من أصدقاء فالمثل يقول قل لمن تصاحب أقول لك من أنت ويبقى لفقاء المدرسة أقرب إلى الإخلاص من غيرهم ذلك أنهم تعودوا التفكير والعمل في المدرسة كإخوان يتلقون يوميا دروس المحبة والأخوة والإحسان إذن بعدما أن قرأنا جيدا هذا النص فأطرح عليكم بعض الأسئلة من خلال هذه الأسئلة سوف نكتشف مكونات النص وأول سؤال يقول ما هو موضوع النص؟ إذن لكي تجدون موضوع النص هناك خيارين إذا كان عنوان في ذلك النص فمن خلال العنوان يمكن أن تكتشفوا موضوع النص أما في مثل هذه الحالة هذا النص ليس عنده عنوان فلكي تجدوا موضوع النص ما عليكم إلا طرح السؤال التالي على ماذا يتحدث هذا النص عندما نعود إلى هذا النص ونقرأه جيدا كما فعلنا منذ قليل سوف نطرح السؤال على ماذا يتحدث سنقول موضوع النص هو الصديق فعندما قرأنا جيدا هذا النص وجدنا بكل بساطة بأنه يتحدث عن الصديق فقلنا بأن موضوعه هو الصديق أو يمكن نقول الصداقة بالتالي نستنتج بأن كل نص يتكون من موضوع فأول مكون للنص هو الموضوع بعد الموضوع هناك مكونات أخرى نكتشفها في السؤال الثاني بحيث يقول من كم فقرة يتكون النص عندما نعود إلى هذا النص نجد بأنه يتكون من ثلاث فقرات الفقر الأولى أنظروا يبدأ من الصديق إلى غاية هذه النقطة الفقر الثاني تبدأ من حسب ما تختاره ثم إلى غاية هذه النقطة والفقر الثالثة من ويبقى رفقاء إلى غاية هذه النقطة بالتالي لدينا ثلاث فقرات فنقول يتكون هذا النص من ثلاث فقرات بالتالي نستنتج بأن كل نص يتكون من فقرات السؤال الثالث يقول بما تبدأ كل فقرة لاحظوا جيدا الفقر الأولى نلاحظ بأنه تبدأ ببياض أو ما يسمى بالفراغ هنا أيضا الفقرة الثانية تبدأ ببياض والفقرة الثالثة تبدأ ببياض فنقول تبدأ كل فقرة من بياض أو فراغ عندما نعود إلى هذه الفقرات سنجد أيضا أنها تنتهي بنقطة بالتالي لحد الآن نستنتج بأن كل نص يتكون من الموضوع الذي أجده إما في العنوان أو عند طرح السؤال على ماذا يتحدث النص ثم سنجد فقرة أو فقرات أو عدة فقرات في النص وكل فقرة تبدأ ببياض وتنتهي بنقطة لنواصل السؤال الأخير حيث يقول مما تتكون كل فقرة عندما نعود إلى الفقرة الأولى مثلا سنجد بأنها تتكون من مجموعة من الجمال جيد فنقول تتكون كل فقرة من جمال لاحظوا جيدا هذه الفقرة بحيث نجد بأن الجملة الأولى هي الصديق وقت الضيق الجملة الثانية هي الصاحب ساحب والجملة الثالثة هي قد يجرك للخير وقد يجرك لطارق آخر وعليه نستنتج بأن كل فقرة تتكون من عدة جمال لكن سنلاحظ أيضا بأن هذه الجمال تربطها علامات الوقف مثلا هنا عندنا فواصل ونقطة في الأخير وكخلاصة لما درسنا لنهار اليوم وجدنا بأن من مكونات النص يوجد الموضوع ثم هذا النص يتكون من عدة فقرات كل فقرة نتعرف عليها بأنها تبدأ ببيض وتنتهي بنقطة ثم هذه الفقرات تتكون من عدة جمال هذه الجمال تربط بينها علامات الوقف مثل الفاصلة والنقطة إلى آخره الآن لنكتم معا هذه القاعدة بحيث أخذت مباشرة القاعدة المتواجدة في كتاب القراءة والتي تقول يتحدث النص عن موضوع معين ويتكون من فقرة واحدة أو من عدة فقرات فكما قلنا في الدرس يتكون كل نص من موضوع هذا الموضوع قد أجده في العنوان وقد أجده بطرح السؤال على ماذا يتحدث النص ثم عندما أقرأ النص فأجل يتكون إما من فقرة واحدة أو فقرتين أو عدة فقرات نوصل هذه القاعدة التي تقول كل فقرة تبدأ ببيض وتنتهي بنقطة فلكي تتعرف على الفقرة يجب أن تجد بأنها تبدأ ببيض أو فرغ وتنتهي بنقطة معناه هي فقرة وتتكون هذه الفقرة من عدة جمال وهذه الجمال تفصل بينها ما يسمى بعلامات الوقف مثلا عندنا الفاصلة والنقطة إلى آخره والشيء الآخر الذي يجب أن تتعلمه في هذا الدرس هو أن كل فقرة تتناول فكرة محددة فمثلا إذا أردتم استخراج الأفكار الأساسية في النص ما عليكم إلا أن تحسبوا عدد الفقرات لكي تكتشفوا عدد الأفكار الأساسية المتواجدة في ذلك النص بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الذي أتمنى أن يكون واضحا ومفيدا لكم في الأخير أشكركم على حسن الإصاء والمتباعة إلى دروس أخرى أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله